بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومينا بالحق وانت خير الفاتحين جه اسئلك مش كتيرة مش كتيرة بس هي موضوع مهم جدا جدا يعني غالبا الاعلام كله ما بيكلمش عنه خالص او زي ما انا كده بقول للطلبة العضو المنسي عضو حتى لما يجوا يذكروا الطلب باكراريوس بيسيبوه عضو منسي فعلا لما تحب بقى تقرف واحد في الامتحان تسأله فيه لما تحب تقرفه في امتحاناتنا اسأله فيه البانكرياس البانكرياس عضو الناس يعني معلومات عنه وليلة جدا 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 فعشان كده فيه اسئلة مش كتيرة لكن كلها بتصب حول التهابات البانكرياس فالنحضا حنفرد حلقة كاملة عن البانكرياس عشان نفهم ايه العضو ده الناس مخاه كله ربط البانكرياس بمرض السكر بس ده اللي هم عارفينه لا حنصلح هذه الافكار وهذه المعلومات وان شاء الله ربنا يوفقني يا رب لان انا اعرف اوصل الجوايا لكل عقل واحد مستمع البانكرياس عضو من اعضاء الجسم زي الكبد زي الكلا زي المخ زي القلب عضو موجود موجود فين في ضهرك في ضهرك يعني على العبود الفقري يعني حيبقى قدامه بطنك كلها لحد جدار بطن هو موجود خلف البطن في اخر البطن من وره الى اعلى متخيلين يعني ايه غدة غدة عندنا نوعين غدة بتفرز ولا قناة تنزل افرازاتها على حاجة معينة سواء على الامعاء او على الدم وغدة بدون قناة وغدة بدون قناة يعني ايه يعني غدة كده عضو اسمه غدة الدم يعدي عليه يروح واخد الهرمون اللي طالع من غدة ومعدي من غير قناة يعني الهرمون بيتعمل ما يطلعش في قناة ينزل على الدم ما يعملش كده الدم يعدي يروح واخد هذا الهرمون وطالع سبحان الله سبحان الله زي الغدة الدرقية اللي انتم بتسمعوا عنها الغدة الدرقية اللي فرقاتك هي بتفرز هرمونات هيلة ومسؤولة عن نشاطك وحركتك وقلبك وحركة امعائك ونموك طب ايه زي تفرز هي بتفرز هرمونات اكتر من واحد الدم وهم عدي يروح واخد الهرمون وطالع انها حتب يبقى خلاص عملنا اللي علينا لكن هناك غدة بقناة يعني اطلع اللي انا عايزه سواء انزيمات او غيره وحطه في قناة وابعته مصورة ده حاجة وده حاجة دي غدة صماء وده غدة بقناة واضح الفرق واضح البنكرياس الاثنين البنكرياس الاثنين غدة صماء فيها جزر جزر من نوع من انواع الخلايا بتطلع اكثر من هرمون لكن المشهور والمهمة اوي الانسولين وهنتكلم عليه من اين جاء الانسولين من جزر داخل البنكرياس اسمها جزر لانجرهانز اللي اكتشافها بتطلع الانسولين مسؤول عن حرق السكر مع حاجات تانية هتكلم عليها يبقى ده البنكرياس اما اسأل بقى واحد سؤال البنكرياس بيطلع انسولين غدة ايه بتقولي غدة صماء كبنكرياس كانسولين فقط يبقى هو لما يجي طلع انسولين بيشتغل كغدة صماء مانوش قناة انما البنكرياس اللي هو وظيفة الهض الهض اما ايه يهدم بقى حطلع المواد اللي بتهدم في الدم سبحانك الله لا يمكن فربنا سبحانه وتعالى عملها قناة تنزل على امعاء دغري يبقى البنكرياس بيشتغل بروحين بوجهين وجه للتمثيل الغذائي للسكر عن طريق الجزر اللي بتطلع الانسولين بدون قناة بتطلع على الدم دغري زيها زي اي غدة في الجسم لكن في جزء من البنكرياس بيطلع مادة تانية انزيم ينزل بقناة الى الامعاء عشان اهدم السكريات والدهون والبروتينات نهدم كل الحاجات دي طيب هنهدمها بايه تخيلوا سبحان الله سبحان الله لما الاكل ده ينزل في الامعاء البنكرياس يشوفه يبتدي يفرز لما يشوف الاكل فده وظيفة البنكرياس وظيفة البنكرياس وظيفة مزدوجة يعمل كغدة صماء بدون قنوات بتطلع انسولين وحاجات تانية تخش على الدم دغري عشان تزبط لي سكر الدم وطبعا الناس كلها عرفت يعني ايه مرض السكر هل فيه خلل في الانسولين سواء ما بيطلعش ما بيطلعش زي النوع الاول زي النوع الاول في السكر ما بيطلعش انسولين ما عندوش او بيطلع بس الجسم شايفه زي النوع التاني وفيه في النص كده ما نجدعه به يبقى المهم ان هو البنكرياس يعمل كغدة صماء زيه زي الغدة الدرقية زيه زي الغدة القذرية اللي فوق الكلة بيطلع الانسولين في الدم والانسولين يتعامل مع السكر عشان يثبطه الشق التاني من البنكرياس هو عضو واحد لكن فيه الحتة دي كلها انه يطلع انزيمات للهضم تنزل بقناه الى الامعان واضحة يبقى اذا وصف البنكرياس موجود في ضهري عشان كده منسي عشان كده بيجي واحد عنده مغص والدكتور يشوف عليه ما بيجيش في باله اوي البنكرياس لانه ورا يعني يجي في باله ازاي ده قرحة في المعدة المرارة الكبت نعم البنكرياس في اخر ضهري يعني في بطني من ورا كده عند ضهري عند العمود الفقري فعشان كده منسي فيسيولوجيا او وظيفيا اتكلمنا عليه هل فيه مشكلة في البنكرياس في قناة البنكرياس؟ ها ها سبحان الله لسبب ما يعلمه الله ربنا خلى قناة البنكرياس تلحم في القناة اللي جاي من مرارة ويعملوا قناة واحدة تخش على الامعاء متخيلين شارع وشارع بقوا شارع واحد شارع جاي بعربيات من حتة والشارع التاني جايب من حتة وبقوا شارع واحد فالعربيتين مشوا حتة واحدة الشارع الاول جاي من البنكرياس قناة والشارع التاني جاي من المرارة لاناتج الحاجات اللي الكابت بيعملها بتتخزن في المرارة وبعد المرارة تنقبت تنزل افرازاتها في شارع الشارعين يضموا يبقوا شارع واحد يفتح في الامعاء واضحة يبقى جايب قناة من البنكرياس وقناة من المرارة المرارة التحموا بقناة واحدة فتحت في الامعاء واضحة هي ايه المرارة المرارة دي عصارة عصارة الصفرة الكابت بيعملها وتتخزن في المرارة وبرضو سبحان الله نقول سبحان الله المرارة تنقبت لما تشوف الاكل اول ما تشوف الدهون تنقبت مين اللي قال له سبحان الله فتنقبض المرارة ينزل العصارة المرارة في الامعاء نبتدي بقى هضم الدهون والكلام الكبير قوي ده يبقى عصارة البنكرياس بتيجي عشان تنزل الامعاء بتنزل مع عصارة المرارة في قناة واحدة دول قناة دي جاي لوحدها ودي لوحدها لكن التحموا بقى قناة واحدة فتحت جاي في مشكلة في كده اه اه في مشكلة هنفترض واحد عنده حصوة في المرارة هنفترض وحصوة هربت مع المرارة دي كيس كيس الستات اللي بتنظف فراخ او جزار اللي بينظف خروف ده لازم يعرفها كويس جدا لانتبوزوا الاكلة كلها دي طعمها مر جدا فبتشيل المرارة دي ترميها هي لزقة في الكبت كده كل الناس عارفينها بتهيق لي كده فعندك المرارة ساعتي بقى فيها حصوة الحصوة ده ينزل يهرب طيب هرب فين هل في قناة المرارة مفيش مشكلة او عمل انسداد مرارة عناها حتصفر شوية والبول يغمق والبراز يبقى فاتح مفيش مشكلة انها في مشكلة كبيرة جدا لو نزل بالشارع الرئيسي اللي هو بعد الاثنين ما متقضموا لو جات حصوة هنا ما قفلتش المرارة بس دي قفلت مصار العصارة المررية والبانكرياس قفلته ما بقاش يخش على الامعاء فكل اللي تعمل بيترد تاني على البانكرياس واضحة يبقى في مشكلة ان القناتين بقوا قناة واحدة لو القناة الواحدة دي اتقفلت قفلت اتنين قفلت المرارة وعصارة مرارية والعين صفروا كده لا واخطر من هذا قفلت الانزيمات اللي جاية من البانكرياس واحد يقول لي طب انت قاعد يعني تشدد قوي على البانكرياس ويعني المرارة مش خطر يعني قالوا لا تعالى بقى اعرف النقطة اللي حقولهاي لك دي مهمة جدا 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 قفلت العصارة المرارية رجعت في الدم طبعا خطر بس مش قوي هتعمل ايه؟ عناها هتصفر البول هيغمق البول هيبقى فاتح جلدي يصفر عندي انسداد مراري عندي صفرة انما لو قفلت على البانكرياس لا تنسى البانكرياس ده عامل انزيم عامل انزيم وظيفته ينزل يهضم اللحوم وظيفته ينزل يهضم اللحوم طب ده انا قفلته الانزيم ده حيرجع البانكرياس الثاني يهضمه يهضمه هذا هو التهاب البانكرياس هذا هو التهاب البانكرياس ان الانزيم اللي معقوله عشان ينزل يهضم اللحمة ده موجود عندي بالضبط زي مصنع بيعمل متفجرات المفروض المتفجرات تتفجر برا ده تفجر دجوه عايز بقى تعرف تفاصيل اكتر خليك معايا بعد الفاصل مصنع متفجرات مصنع متفجرات المفروض بيبعت المتفجرات للاعداء للاعداء يموته لا ده متفجرات اتفجرت في المصنع بيتكرسه بيتكرسه هذا ما يحدث فيه التهاب الحد البانكرياس انا قفلتله تحت فهو باعت الانزيمات تهضم اللحمة انا قفل عليها راح ترجع له تاني هضمته هو ما هو لحمة ما هو في الاول واخير لحمة فاتهضم هذا هو التهاب الحد البانكرياس ان يكون هناك حصى حصى في القناة اللي هي مشتركة بين البانكرياس حصى اللي جاي في قناة المرة بس لا علاقة له البانكرياس السكة سلكة شارعين انا قفلت شارع قبل ما يتحد مع الشارع تاني ما حصلش حاجة الحتة دي اللي بازه لكن ده شغال انما لو قفلت الشارع اللي هو مسك الاثنين مع بعض هو ده المشكلة في حالات التهاب البانكرياس واجب على الطبيب ان يستبعد مشاكل في القناة المرهرية تقولي طب ما هو لو خدت حاجة في القناة المرهرية كان صفر طب ما ريس حصوى وعملت ونزلت ونزلت فانت حتنخدع فهذا هو السبب الاول للتهاب البانكرياس انسداد القناة المشتركة حصوى من المرارة نزلت وما اكثر حصل المرارة ده مرض منتشر جدا ومع ذلك التهاب البانكرياس مش منتشر دليل ان هادي اللي بيحصل ده اللي انا بقوله ما بيحصلش كتير او ان العيان اللي عنده حصلت مرة يهتم يهتم ما يسيبوش لا لازم نتعالج لازم نشيل المرارة لان لو حصوى هربت وقفلت القناة المشتركة حتنقل على البانكرياس التهاب البانكرياس سخيف جدا 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 هذا هو السبب الاول عشان كده مع التهاب البانكرياس لابد استبعاد ان يكون هناك مشكلة في المرارة ده رقم واحد لكن احنا بنقول ان انزيم ابتدى يشتغل قبل اوانه يعني ايه دي خالية بانكرياس بتعمل انزيم اللي بيهضم اللحمة طيب ما هضمش الخالية ليه والله لازم تقوله سبحان الله والله العظيم تقوله سبحان الله لا وهو جوه الخالية مش نشط مش نشط اما يطلع من الخالية وينزي في الامعاء يبقى نشط طول ما هو جوه الخالية مش نشط هو هو الانزيم هو هو جوه مش نشط ما يشتغلش مكتفه وبالتالي ما بيهضمش الخالية ما هو الخالية بروتين هو اساسا ربنا خلقه لهضم البروتين اول ما يسيب الخالية وينزل في القناة وينزل في الامعاء يصحى ويبقى نشط ويهضم في اللحمة اللي سيادتك كالتاه في بعض الحالات المرضية تخلي هذا الانزيم نشط وهو جوه الخالية في بعض الحالات تخلي الانزيم نشط وهو جوه الخالية اصنى خلاص انت دلوقت يعني ايه فاهمها كويس جدا هطهدم الخالية انا خليته نشط حيهضم الخالية هذا هو التهاب البنكرياس النوع التاني يبقى النوع الاول انسداد مراري رجع الانزيمات بر فوق ابتدى تبقى تهضم خلاية البنكرياس النوع التاني حالة من الحالات المرضية خلت الانزيم يبقى نشط جوه الخالية ايه الحالات دي اختلال التمثيل الغذائي للكالسيوم اختلال التمثيل الغذائي للكالسيوم واحد يقولني ايه اللي علاقة الكالسيوم ببنكرياس هو ده العلاقة البنك الكالسيوم في بعض الامور المرضية يجعل الانزيم اللي جوه الخالية نشط يهضمها او يفتتها هذا هو التهاب البنكرياس يبقى عندنا الاثنين لا ثالثة لهم اما حصوات مرارية عملت مشكلة واما خلل في التمثيل الغذائي للكالسيوم